أتحدث عن السعودية العظمى التي دعمت فلسطين كما لم تدعمها أي دولة أخرى بين قسين تغريدات ذباب إلكتروني أتحدث عن المملكة التي ضحت ودافعت ووقفت وفتحت أبوابها وخزائنها لدعم الشعب الفلسطيني وقضياته العادلة بين قسين تويتات ذباب إلكتروني داعم لمحمد بن سلمان إحنا بنتكلم عن السعودية يا جماعة كان فيه ناس بيقولك إن أبا عبيدة ورجال حماس وقادة المقاومة يدفعون الشعوب إلى الحضن الشيعي وسألتهم هنا وأين هو الحضن السني إحنا بنتكلم عن الحضن السني يا جماعة بنتكلم عن قبلة السنة في هذا العالم عن المملكة العربية السعودية فالمملكة العربية السعودية اللي هي قبلة السنة والعالم السني والحضن السني والكلام الجميل دا كله بتنتك فيلم عنوانه قرن من القضاء على الإرهابيين بتتعامل مع قادة فصائل فلسطينية صالح العروري إسماعيل هنية يحيى السنوار وصف بالأمس على شاشة سعودية بأنه جزار خان يونس يحيى السنوار وصف على لسان صاحب الحنجرة الماسية محمد المشاري بصوته الذي صدر من الخيشوم صوت رخيم فخيم معظم مفخم وصف يحيى السنوار بأنه جزار خان يونس والله يا ابني وكأني بأفخاي أدرعي بعث من جديد في لباس سعودي ايه دا يعني انت وصلت ارتقيت مرتقا يا محمد والله انسيت لقبك تاني تخيل يعني للدرجة دي عقلي عايز يرفض انه يحفظ اللقب بتاعك فانت للدرجة دي عديت أفخاي أدرعي عديت ايدي كوهين عديت الجماعة المتحدثين باسم الاحتلال الإسرائيلي صحفي سعودي حبيبي تخض لما حصلت الهجمة برح تخض قوي 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 فحزف الأكاونت بتاعه أو عطله ما استحملش ردت الفعل يا جماعة هناك رأي ورأي آخر لماذا تفعلونا بمحمد هكذا بالراحة لين ولد كان يحاول يصنع التاريخ تاني انت ليه بتتكلم بالطريقة دي لان احنا بنحكي عن المملكة العربية السعودية بنحكي عن المملكة العربية السعودية اللي هي فتحت أبوابها السنة اللي فاتت في مارس 2023 لوفد من قيادات حماس كان فيه اسماعيل هنية اللي ظهر في الفيديو وفيه خالد مشعل وكان فيه خليل الحية واخرين عشان يعملوا عمره وراحوا المملكة العربية السعودية والتقطت لهم الصور وروحوا فإنبسي السعودية بتقول لا